قبل ما تبدأ من جديد لازم تخلص من كل اللي بديته بهار بقدر شوفك شوي ازيل شفي وراها هاي لا تكون بدك ترجع تتركني اذا بدك تتاوي هيك عن جد ما رح روح عم استناك معقولي كون هيك معقولي كون وداعي لأعدائي ورجعتي لبيتي صعب لهالدرجة جدي اهلا جدو عشلوناك اليوم يا نمر نيح يا الله جدو وين كنت قلت لحالي رحت بتفكر هيك يا نمر ليش انا بترك حفيدي الوحيد وبروح فهمت عليك رح ضل بالسيارة يعني ازيل وما بدو يلعب شبك انا جاي مشان شي تاني الحقيقة كنت مستخف فيك كتير بس هلأ اخدنا التعهد وصار فيني فرجيك وشي الحقيقي ها هيك سألت حالي هالظلم ليش عاملين هادا ما عندو رحم بنو ما عندي رحمة ليك وانا ما قضل عندي شي اعطيك ياها اخدت كل اللي عندي ها هيك وبدك تلعب معناها منلعب على شغلة اهم من المصاري وشو هي الشغلة؟ الليش فيه بالدنيا كله اهم من المصاري؟ فيه فيه الحقيقة ممكن لو سمحتي؟ انت عم تسأل حالك شو هي شو هي اخطر حقيقة عني ولازم تعرفها؟ موسيقى 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 ولا اخيرا لان لعبة ما بتقدر تلعبها يا جنكيزي؟ موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يلا، امشي، امشي عمو علي؟ يا أشد، هم توشعني كثير؟ تعصوتك أحسن مع أخيناك هلأ ولا؟ يا الله، تريدني بدي روح، ترك أيدي بسرعة، بطا تروح معاك، أنا بدي أبي ولكل ياتكم من نفس الطينة، أنتوا بهالعلي الكريمة؟ أنا أقول عن جنكيز، جنكيز، صغرك المحترم، عن جد هذا الزلم يحافظك لأنه ما يفرق عنك يا الله جدا تركني هذا اللي عم نعمله جناني زيل إذا بتقرأ المكتوب على الورقة، بتهرب وما بترجع معقول؟ وشو هالشي الخطير اللي عامله بحياتك؟ إذا بدك تعرف رباح وعيشة؟ ما بتعرف المكتوب بالورقة؟ لكن ليش هي لهلأ ما هربت؟ كل يوم لما في الصبح بلتفت ناحو بسأل حالي نفس هذا السؤال قلت نفس الشي عن عمر قلت لو إنه هون كنت هربته، كنت قلت له روح ولا ترجع أنت حتى هي متذكرة؟ طيب شو اللي بيخليهن ما يتخلوا عنك؟ يعني إذا أنت سيء، ليش ما بيقدروا يتخلوا عنك؟ ليش دايماً بيضلوا جنبك؟ لأنه أنا ما بعمل شي حقيقي، والناس بيحبوا هيك بيحبوا اللعب ونحنا لسه ما خرفنا يزيل أنا ما عم إزي حدا أبداً عم لعب لعبي وأبداً ما حدا أختارني متل ما أنت عم تفكر بس الحقيقة إنه هدول الناس بيحبوا يلعبوا معي هم او عكد شوفها يزيل او عكد شوفها بس أنا ربحت وصار لازم شوف الحقيقة لازم تنسى الحقيقة شو بدك تعمل بالحقيقة فهمني خلينا ننسى القصة كله ياتا وكأنه ما صار شيء أبداً وهلا منغير اللعبة منغير اللعبة ومنلعب لعبة تانية والأحسن أنه نحرق الحقيقة هيك بننقذ حالنا يزيل إذا رمينا الحقيقة بالنار ما بتكون تخبطه بس نتخلص من الحقيقة اللي عم تنهج بمخنخ وعم تعملنا ناس سيئين الحقيقة عم تمنعنا من الرجعل عند عيالنا ومكبلتنا بالجلازيخ الحقيقة هي لعنتنا ولك حبسة حالة جوات رواحنا يلا ترجمة نانسي قنقر شفت كيف؟ نحرقت وخلصت وهلا صارت رمات الحقيقة هيك ما منكون قسأنا لحد بنوم وتخلصنا من سيئاتنا يعني تحررنا؟ مثل العصفير بس شفت شو حكيت؟ غلبت الشعارة حاشتك حافظنا من زمان إلايا أنا على طول بيحكي هيك وقت اللي بيحكي بيحكي من قلبي وأنا دائما بحالة صدق مع الزات بيطلع الكلام من جوات قلبي الوداع يا صديقي القديم الوداع يا عدوي اللدود